ظلمت جمعية أمل الشبابية للعمل الخيري مساء أمسية ثقافية بعنوان دور الشباب في مكافحة الأخطار المحدقة بالوطن تضمنت فعاليات الأمسية كلمة للحاكم المساعد لمقاطعة تشيجة تحدث فيها عن أهمية إشراك الشباب في العملية التنموية كما تحدث رئيس الجمعية عن سعي هيئته إلى تعطير الشباب من خلال فتح قنوات حوارية تحدث مطالب وانشغالات هذه الفئة من المجتمع الأمسية تضمنت إسكتشات تعالج جوانب متعلقة بموضوع الأمسية